السلام عليكم و رحمة الله و مرحبا بكم فيديو جديد أتمنى ان شاء الله تكونوا بخير و انتم تشاهدوني فيديو مليئ بالأفكار والتدابية المنزلية و كذلك وصفة رائعة لإقتراح للغداء إذا كنتوا أول مرة تشاهدوني نقول لكم مرحبا و ألف مرحبا بكم و إذا كنتوا متتبعين و متتبعات ووافيات فكنتمنى انكم تشاركوا في القناة و تفعلوا جرس النبيهات سوف ندوز باش مصايب الغداء جبت معي السردين و نقيته سوف نقيته فلفلة الحمد و شوية الزيت و طبعا شرمولة سوف نزيد عليها شوية الماء و سوف نقوم بسهولة بسرعة سوف نحتاج المقلة أو الطاجين سوف نقوم بعمل المقلة الخضراء البطاطا نقطع دوائر سوف نقوم بسهولة و الوقت و لا تقوم بعمل دوائر شوية لديها لا تشكل كتائي دوائر وطرنشة الحمض نأخذ المقلة التقيلة قليلا من الزيت ونستفيها قليلا من الزيت قليلا من الزيت قليلا من الزيت بالنسبة للشرمولة سوف نضعها في صندوق الوصف هناك التوماء الربيع الحمض العطرية كاملة قصبر قصبر حبوب حميرة تحتاج إلى التوابل وكمون كل شيء نضعها بها في التلاجر تبقى عندي وسبوع كامل هذا سوف نستطيعها بعد ثم سقيت الخضراء نأخذ سردين نضع قليلا من الزيت ونستفع من الزيت سوف يكون مهجر نضيف حلقة لنسبة لهذا اللطاق يجب عليها السردين كبير جيدة لكي يكون فيه الهبره يجب عليها آفية ثم نضيف حلقة الماء كي تتكلم على الماء نضيف حلقة الماء نضيف حلقة الماء نضيف الزيتون وزيت العود من الفق وضع الخويط في الصينية السردين بالخضراء سوف اختيار اما ضخلوها الفرن اما طيبوها غير فق البوطة انا سوف اغطيها بمقلة اخرى ونطيبها غير فق البوطة على عفية تكون مهيلة لا تكون عفية كثيرة سوف تأتي لديدة بزب بزب كم صحكم تجربوها بحلقة طريقة صحية باش ناكلوا الحوت ناكل رشيد شوية الملحة من الفق وكتجي ما نقول لكم كيفاش كتجي على حساب يجربوها وسوف ادخلي سوف اغطيها خوش العداق كان لدينا الخشب سوف نستعمل بشيء سوف تستعمل نحتاج لدي المكونات المكونات الاول الحبوب ملعقة صغيرة سوف تضعها في كاس قمزيان في الماء ثم تضعها قمزيان في الماء ثم تضعها نفس الكمية الخل سوف تخلطها بجوز و تضعها في بخخ و تحتفظ به و تستعملها على الخشب جميع أنواع الخشب سواء الخشب الذي فيه الفيرني أو الخشب الطبيعي أو الخشب الذي يكون مصبغ سوف تضعها في الماء سوف نجربه بجوزة هذه و ترى كيف يتعود المعوخ خلطة لا تزيد نتيجة مادة دهونية نتيجة رزوين و تحيد منه نتيجة نهائيا نتحرك البقايا نحتفظ بها و نتحرك البقايا لديها ملت الكيك نتحرك باستعمال نضع بقايا و نتحرك 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 فهذا طريقة رائعة للدبان خصوصا في كوزينة سوف تحرك يدخل الدبان و نتحرك من المشكلة بحضورة في المشكلة ستعمل هذه الخلطة لن يمكنها نهائي نسد بحضورة في المشكلة لن نجد أن نجد كله يمشي هذا الرحة لا تزوي لن يجب أن تكون سليتها ونضع ونضع لن تسد بحضورة ستواجد الباب بالنسبة للشخص لقد قلت لكم هيرا هي تخنق ندابة حاليا نصور لقد قدرت لا قدرت نكمل فدروري يجب أن تخرجوا يعني انفوا تضيفها فق البطء نقصوا البطء وطفو عليها وخليوا هذا الدخان لا يبقى يضر الدبان نهائيا وصفارة جدا وعندوا تدبير الموالية بخصوص الصون بورد يجب أن يكون مطبع كما ترونه سوف نشارك معكم طريقة بلا خلطة بلا أكثر المكونات واحد من المنتج الذي يكون متواجد لديهم الغسيل الأواني فهذا هو الملمع وكذلك ممكن أن تستعملوه في هذا الغرض الذي تلمع به الصنبور يجب أن يكون نتيجة رهيبة وكذلك وكذلك سوف تحضر المطبخ وكذلك سوف تحضر المطبخ وكذلك يجب أن تحضر المنزل وكذلك لديهم مجموعة وكذلك 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 تحضر المنزل وكذلك يجب أن تستعملوه وكذلك هناك كمية وكذلك وكذلك لديهم وكذلك 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 تدبير وكذلك تحتاج بلاستيكة وكذلك 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 تحضر المنزل على الصنبور بحيث أن الراس يكون مغمور وكذلك سوف تحضر المنزل وكذلك تحضر المنزل وكذلك تحضر المنزل وكذلك وصلنا إلى نهاية الفيديو كالعادة نتمنى ان شاء الله هذا يكون أعجبكم شكرا لكم على حسن المتابعة بسلام عليكم